بدية هي نموذج للشراكة بين الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وبين القطاع الخاص كلمي عن هذا النموذج للشراكة، الشراكة شكلها ازاي؟ وما داخلين بايه؟ لهم حصص ايه؟ يعني كيف هذه الشراكة؟ الشراكة حركة الدولة بتاخد نسبة من الأسيولة النقدية اللي بتخش في الحساب يعني احنا بنبيع والناس تدفع لقصات، فمع كل قصة هما بياخدوا نسبة والنسبة الأخرى بتيجي البالمهيلز عن طريق أسكرو أكاونت أو حساب تجنيبي يعني هما بياخدوا نسبة واحنا نسبة وفي الآخر بنسلمهم برضو أمطار معينة تم الاتفاق عليها اللي هو في بادي يعني لو ذاكرة مش خايناني هتبع حوالي 425 ألف متر مباني هيستلموهم 50 ألف تجاري إداري و 375 ألف متر ساكن وجود الدولة شريك أيضا بيسهل بقى موضوع الطرق كمان يعني هو بيكون حمسهم كمان لإنفاذ منظومة الطرق أكثر سرعة يعني صح وانا حارك أنا شايف دي فكرة يعني الحقيقة يعني من الحكومة فكرة زكية جدا نمرة واحد إن هو بيخلي شركة عندها ملاقة مالية وعندها اسم في السوق المصري وقتها خاص بتخش هي اللي بتعمل استثمار لأن كل استثمار في أوله بيبقى صعب هو اللي بيعمل استثمار والدولة بتكسب أن هي عندها أراضي إلى مالة نهاية حوالينا طبعا هتبيعها بأسعار أكيد أعلى من ما إحنا جينا في الفترة اللي جينا فيها لأنه خلاص بقيت بادية دي هتبقى مدينة حجم الاستثمار اللي بتخطه بالم هيلز في بادية إجمالاً والمرحلة اللي إحنا فيها حارك إجمالاً مش قادر أقول بالزبط عشان طبعاً مع الأسعار اللي بتزيدي بتتغير مش عارف هنوصل لكام لكن اللي قادر أقوله إن فيز وان أو الحتة اللي إحنا فيها دي حوالي 12 مليار المرحلة التانية بتدينا بيقى فيها وابتدينا وصعرناها هتكلف حوالي 20 مليار هي حوالي 270 فدان تقريباً المرحلة الجديدة ده غير طبعاً حركة الجامعة والمدارس والنادي والحاجات الأخرى اللي بنعملها كلمتني عن الجامعة ماذا عن المدارس؟ حركة إحنا بقى في بادية فيه خمس مدارس بنبتدي بأول واحدة اسمها بادية هي مع الشركة معروفة أو اسمها جيمس آآ فدي بتبقى أول مدرسة في بادية وخلاص بنخلص حالين الدزاين لكن الجامعة بتدينا شغل قريدي آآ يمكن المقاول في الأرض ويمكن دلوقتي تطلع على التاني سقف أو التالت سقف وشغال في حوالي كليتين من الأربعة اللي مفروض يفتحوا في سبتمبر إن شاء الله